اي حد بيشتغل في مجال السينما او الموضة اكيد حيبعارفين مي جلال مي جلال واحدة من اهم الستايلست في مصر شغلانة الستايلست دي جماعة شغلانة مش سهلة وشغلانة صعبة ومش اي حد يقدر يوصل فيها هي النهاردة بقى حتكلمنا مش بس عن قصة الكفاح وزي قد تناهي تبقى واحدة من اهم الناس في المجال ده لا حتكلمنا عن ازاي هي شطرة قوي في تفاصيل التفاصيل ازايك يا مي ازايك يا شرينا اخوارك ايه تمام الحمد لله الحمد لله تكفي على الانترودكشن دي على ايه بس يا مي دي الحقيقة والله انت فعلا من اهم ومن اول الناس كمان اللي ابتدت في المجال ده انا عارفة ان انت مش عايزة اكبرك بس انت من زمان جدا وانت في المهنة بتاعت الستايلين يعني انا بقى لي يعني هنقول 19 سنة ماشاء الله بالضبط بشتغل ماشاء الله ستايلست وكنت بشتغل من او انا في الجامعة مبتديت مع ناهد ناصر الله طبعا دي استاذة كبيرة جدا طبعا ابتديت معيها اسيستنت ووحدة واحدة بقى ابتديت لوحد دي ماشاء الله بس فعني بقول دايما الحمد لله ان انا بشتغل حاجة بحبها ايوة هي دي هي دي على طول اقول ان انا محظوظة ان انا كمان برضو بحب شغلي فعلى طول اقول انا محظوظة ان انا بشتغل حاجة انا بحبها وعشان كده الانسان يعني انت مثلا بتحب شغلك عادة الشخص اللي بيحب شغله قوي بتلاقيه ايضا ان هو يدي فيه وبينجح فيه وبيكبر فيه عشان حبه ليه ودي حاجة مهمة اوه بتفرق اوه جدا جدا طب خلينا معني كانت ديوقتي على كذا حاجة انتي بتعمل حاجات كتير ستايلست كوسيوم ديزاينر طبعا فنانين كتير جدا على راد كاربتز من اهم واكبر راد كاربتز في العالم تبق انتي اللي ملبساهم افلام وسلسلات حاجات كتير اوه انا بقى عايز اعرف تفاصيل اكتر ايه هو كايرو ديزاين ويك انا المؤسس لفكرة كايرو ديزاين ويك هو هشام مهدي تحت كايرو ديزاين ويك فيه حاجات كتير قوي بتحصل منها الفاشن ديزاين ديستريك انا الكوريتر او المؤسسة للفاشن ديزاين ديستريك هاي اللي هو ايه يبقى بالزبط اللي هو كايرو ديزاين ويك ده اللي هو الاسبوع التصميم في مصر ده بيبقى موجود منه في ميلان موجود منه فاحنا بقى عندنا في مصر النسخة المصرية التصميم بما تحمله الكلمة في جميع المجالات التصميم فيه بيبقى فيه الفاشن زي اللي أنا مسؤولة عنه بيبقى فيه الجرافيكس فيه الفرنتشر العفش فيه الارت السنة اللي فاتت الارت للرسومات للمنحوطات للحاجات كتيرة قوي فيه حاجات كتيرة قوي 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 والسنة دي كمان أكبر بكتير من السنة اللي فاتت وبقى بيبقى موجود في أماكن كتيرة في مصر مش في مكان واحد أو لا بقى موجود في القلعة في الكربة في السنة اللي فاتت كان في أثور ثقافية كتيرة فدي حاجة مهمة قوي ودي حاجة حلوة قوي لأنه هو بيشجع كل المصميمين المصريين أن هما يبانوا أن تصاميمهم وتبقى باينة لأن كل الناس بتيجي تتفرق بتصور السوشيال ميديا الحضور نفسه أنا السنة اللي فاتت كان بيبقى عندي زهول أن في طلبة في الجامعة أيوة وفي سنوية عاما عايزين يدخلوا حاجة لسه فجايين ياخدوا فكرة ويشوفوا إيه اللي بيحصل وكده فالناس كلها بتبقى جاية تاخد experience بتتفرج غير أن المصميمين نفسهم العارضين لأن ده بيبقى أسبوع عرض للتصاميم مش أن احنا بنبيع ونشتري لا هو showcasing الناس بتوري الحاجات بتاعتها والdesigns بتاعتها وما بنبقاش كل designer مش عارض حاجات كتيرة وكده أبدا ده بيبقى مثلا three pieces ثلاث قطع مثلا أو حاجة وبيبقوا محطوطين بشكل very artistic بحيث أن أنت تدخلي كأنك دخلها مدحف بتتفرجي على الحاجة بتصوريها بتشوفي وبتبقى pieces اللي هي مميزة جدا اللي بيبين فيها الشغل والتفاصيل بالزبط إبداع كل مصمم عامل فيها ويمكن أول نسخة كانت لمصريين بس وكانت النسخة دي كانت صغيرة قوي السنة اللي فاتت دي كانت الكبيرة فبنعتبرها أن دي كانت first edition للأسبوع ده والسنة دي ده بنعتبرها أنها التانية مش التالتة بالزبط الحلو بقى أن إحنا ما بقيناش بس مصريين إحنا بقينا من كل حتة في العالم ليه بقى حلو؟ لأن قد إيه بيبقى المصاممين المصريين سواء ناس لسه مبتدئة أو ناس بقى لهم كذا سنة وبقى أساميهم معروفة بيبقوا محطوطين حاجتهم جنبهم جنب أسامي كبيرة وبراندز معروفة وديزاينرز يعني تولدنا عارفينهم وعارفين أساميهم فبتبقى حاجة مشرفة قوي وحاجة طبعا طبعا الواحد بيبقى فرحان أن في حد لسه يعني سنة الفاتد كان فيه فاطمة مصطفى كانت ديزاينر لسه بدية وكانت واخدت جائزة خدت جائزة بعد الفاشن ديزاين ديستريكت عندنا جائزة عالمية وكانت ديزاينر بتعمل جوليري وبترازها بإيديها وبتبقى عاملالها إمبرويدري وفكرة جديدة والكواليتي حلوة قوي محطوطة جنبها جنب مركات معروفة بتاعة جوليري زي سوارفسكي بولجري كده فحاجات عالمية جنبها بنت مصرية كواليتي خطيرة فده الحلو بقى أن مصريين سواء أسامي معروفة أو لسه مبتدئين بيبقوا جنبهم الناس الكبيرة أسامي حاجة مشرفة أكيد برضو من خلال كايرو ديزاين ويك حاسيتني فيه شباب كتير عندهم موهبة إزاي بقى المستثمرين اللي بيجوا يتفرجوا بيقدروا يميزوا الفرق ما بين حد موجوب بجد والبراند بتاعه حيكون قوي جداً والناس لهم لسه محتاجين إيه شوي التدريب ده دايماً بيبين من الكواليتي يعني أنا دايماً بقول أن بلاش نتنازل عن الكواليتي في أي حاجة بنعملها وفي أي حاجة بنصنعها ودايماً ده اللي ببقى مهتمة به مع الدزاينرز طبعاً الجودة دي أهم حاجة فيها بالزبط أن ساعات مثلاً أنت في دماغك حاجة معينة سواء في فيليبس في شنطة في أكساسريز في جازمة لأن احنا عندنا دلوقتي ناس كتيرة جداً بيصمموا أحذية طبعاً صح أي إن كان إيه هي الكواليتي ساعات ما بتبقاش الكواليتي كويسة من أول مرة أو ساعات الواحد برضو بالخبرة بيبقى أنا عندي خبرة التصميم وأنا عايزة إيه وكده بس ما عنديش خبرة الورشة أنهي واحدة اللي كويسة أتعامل معيها بنقعد ندور بنقعد نشوف صح فساعات الواحد بيقول خلاص هي حلوة كده وخلاص لا مش وخلاص الكواليتي الكواليتي هي اللي بتحكم وهي اللي بتخلي الواحد هيبقى فين صح مرتبته فين صح فساعاتها المستثمرين الكاستمرز أي حد لما بيشوف الحاجة ديزاين حلو كواليتي حلو البراند دي بتطلع بسرعة في حتة تانية وتروح في حتة تانية صح هو الكواليتي من التنزلش عنها لازم يرتبط ده صح طب أنت في رأيك أن الجيل بتاعك بتاع الستايلست أنتوا محظوظين أكتر عشان عندكوا تكنولوجيا فقدرين أنتوا تعملوا حاجات أكتر بكتير ولا أنت شايفة عشان تبقي ستايلست شطرة لا الموضوع ده عايز مذاكرة يعني زي مثلا فوزير شريهان ما دي كانت مذاكرة ودي تدرس دي ما فيهاش هزار أنت شايفة إيه لا طبعا شايفة أن احنا محظوظين قوي قوي أن احنا فيه التكنولوجي دي وأنا عايز أقولك أنا ابتديت أشتغل في الأول ما كانش لسه فيه المحلات دي كلها فتحت أول ما اشتغلت ما كانش لسه عندنا البراينز اللي هي اللي احنا بنروح نشتري منها في المالز وكل المالز دي ما كانتش كلها فتحت وتتعملي قادي تفصلي بقى تشوفي موضلات وتفصلي يعني أنا أول ما اشتغلت مع ناهد ناصر الله احنا كنا بنفصل معظم اللبس يعني مثلا بنعمل سكتش بنقرأ السكريبت والسيناريو نتخيل شكل الكاركترز ما كانش فيه فكرة قوي أن أنا بطلع ريفرنسز مخرج وكده لأ كنت بقى يعني أنا اشتغلت كذا فيلم أن أنا برسم الكاركترز والسكتش هيبقى شكلهم عامل ازاي وبنبتدي نفصل هو احنا بنبتدي نفصل دي لغاية دلوقتي ساعات ممكن نفصل أميس رجالي فعلا لأن أنا عايزة فابريك معين بدرجة لون معينة وممكن يبقى المسلسأ أو الفيلم في عصر معين فأنت ممكن تبقىش عارفة تلاقيه جرده لكن أنا بتكلم حتى بدي اخزامبل بأميس رجالي لأن أميس يعني لأ ممكن أنا فعلا بفصله لأن ده بيحكم أن الشخصية مثلا ليها شكل معين وليه أنا عايزة مش عارفة حرير عاملة ازاي بدرجات عاملة ازاي ممكن ما لقيهاش بس لأ دلوقتي الدنيا بقت سهلة جدا وأي حاجة أنا عايزة وعايزة وصلها على طول بالسوشال ميديا والإيميلز والمسجز وهفضل وراء اللي أنا عايزة ففي الآخر هاوصله فأسهل بكتير بكتير يعني زمان دلوقتي حتى الدراسة دلوقتي وإن أنت تعملي ريسرش وكده أسهل بكتير انترنت موجود وتعادي تدوري على الحاجات وتطلع لك وكده قبل كده كانت الكتب بس كنا بنجيب كتب كده ونقعد نشوف فيها دلوقتي نعمل أو سيف أو كده هو سيف أو زرار دي تكتر والدنيا تغيرت خالص وأسهل بكتير طبعا طب وإنتي صغيرة يا مي كنت متخيلة إنتي في يوم الأيام هتشتغلي في حاجة بعظمة موكب المويوات ولا وانا كبيرة ولا حتى وانا اشتغلت يعني عمري ما تخيلت حاجة زي كده وإن دي يعني يمكن أنا محظوظة إن دي من الحاجات الحلوة قوية إنها حصلت لي خصوصا إنها ما كانتش جايلي أنا يعني الأول هي كان خالد عزام خالد عزام طبعا ستايلست كوستوم ديزاينر كبير هو اللي كان عنده موكب الموميوات وهو البروجيكت كبير قوي فهو قال طب أنا عايز يبقى معي ستايلست تاني ونبقى التيمورك لإن دي تيلز كتيرة ناس كتيرة وما كناش ساعتها صحاب ولا حاجة إحنا كنا نعرف بعض معرفة عادي يعني وأكيد هو بيشوف شغلك وعرف شغلك طبعا ولقيته بيكلمني على إن في حاجة مهمة قوي بتحصل كذا 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 فوديو مايند إن إحنا نبقى مع بعض طبعا لأ أصلا يعني أبقى متشرفة إن أنا بشتغل معاك وإن يبقى في حاجة زي كده وبعد كده لأتي إحنا بقينا بس فرينز من ساعتها وطول ما إحنا شغالين يعني كان عمل بالحجم ده بالتفاصيل بإنه حاجة يعني هي حاجة مش هتحصل تاني أبدا فعمري ما دخلت إن أنا ممكن أنا أبقى فيها ودايما ببقى فخورة إن أنا يعني عملت موكب الموميوات طبعا طبعا طب أي ستايلست في الدنيا بتبقى مجهولة جدا وعندها تفاصيل كتير قوي ومليون ألف حاجة بتعملها زي إيه بقى أنا عايزة الجيل الجديد اللي بيفكر إن هو يدخل مجال المودة أو مجال الستايلينج تحديدا يبقوا فاهمين ومداخلين على إيه بالزبط بصي يا شغلانة أنا نفسي بابايا مع عمره ما كان بيبقى فاهم أنا بعمل إيه خلاص بحضة أشرح له لأن الفكر إيه يعني هدوم يعني فيه إيه دلي المحل مش تلك اللون ده على اللون ده مش لايء يعني هي دي الفكرة لا طبعا هي لكل حاجة بعملها ليها دي تيلز كثير قوي لو على الأفلام فأنا ببقى مسكل فيلم أو المسلسل أو الإعلان أو أي حاجة كل الناس اللي فيه أي حد هيعدي من قدام الكاميرا بالممثلين الأساسيين بالأدوار الثانوية بالمساعدة بالناس الزيادة الأكسترز اللي هو لو في مطعم أو كافي اللي هم قاعدين كل حد هيعدي من قدام الكاميرا لو سواء عربية أوتوبيس فكل ده لازم يبقى حقيقين كل التفاصيل ولازم تنسقي التفاصيل دي مع الدكار عشان مع الدكار عشان الألوان وكده زي ما احنا جايين النهاردة فعارفين أن مثلا باكراوند ألوانها إيه فما بقاش لابسة الألوان دي عشان أبقى باينة ولا كده اللي هي الحاجات دي ما بقاش أنا لابسة أخضر وورايا أخضر فخلاص مش باينين ومع المخرج طبعا أول حاجة وكل حاجات دي ومعه كمان الشكل طبعا الشخصية وعمل إزاي والمستوى الاجتماعي والإحساس الداخلي في المشاهد ومعه كمان أهم حاجة أن اللي هيلبس تركيبة شكل الجسم عامل إزاي ما هو إحنا دول ممثلين مش موديلز فطبيعي أنه فيه الدفوهات فأنا لازم أحافظ على لأنه أنا عايزة ده كله وكمان ما بقاش مبينة دفوه معين في الممثل ده أو الممثلة دي يعني ما بقاش مبوزة الشكل صح وكل حاجة بقى الديتيلز بتاعت من أول مستسل الراس آه بالزرع بالساعة بالنظارة نظر شمس بالجزمة بالتسريحة الشعر بكل حاجة الديتيلز رهيبة في ده لو بنعمل ده بالنسبة لإعلانات أفلام مسلسلات لو بقى red carpet أو حاجة أو program أو أي حاجة طبعا يلا نشوف إيه الديزاين اللي بيلاقي علينا لو في حاجة موضة فواي نوت إن إحنا نفالو الموضة دي بس بالطريقة اللي هتبقى لائقة برضو على الجسم هي أهم حاجة إن أنا أبقى حتى في دماغي كويس قوي وعمل اعتبار للفجر اللي أنا هلبسها أو هلبسه إن حاجة يعني تكمبيمانت صح اللي هيلبسها ونبتدي بقى نشوف اللون الفوستان طبعا عمل إزاي طيب الديزاين إنه كان بفتحة كبيرة قوي طب نقفلها لغاية إمتى طب الشعر إيه اللي لاق عليه طب الميكوب طب كل حاجة كل التفاصيل الجوليري فهي ديتيلز كثيرة جدا 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 طبعا طبعا في ناس كتير ممكن يبقوا بصين الشغلانة بنوع من السطحية أو نوع من هون مش عارفين التفاصيل لكن لما بيعودوا ويتكلموا ويسمعوا شغلانة كبيرة قوي ومهمة قوي وفيها كمية تفاصيل مش أي حد يقدر يعمل يلا نلف بقى على كل المحلات تبقى بدوري على حاجة معينة مش تقياها حاليا دلوقتي محتاجة دلوقتي الدرجة دي طب ما يقوليني بقى بما أنك ما شاء الله عندك توقم هل أنت من الأمهات اللي تبقي حسنة عايزة الأولاد يبقوا لبسين زي بعض أنا عارف عندك ولد وبنت فبالتالي فيه مثلا بيلبسهم الولاد زي بعض هل أنت بقى في ولد وبنت ممكن تلبسيهم نفس الألوان نفس المود بما أنه نفس الخروجة في الكريسمس في الأعياد بتحبي ده ولا حسن لا 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 كل واحد بشخصيته أنا عندي توقم ولد وبنت وعندي بنت أكبر منهم بسنتين ما شاء الله لا عمري ما بلبسهم زي بعض خالص ودايما أصلا أنا كانت فكرة التوقم كانت يعني بالنسبة لي لما يعني متعودة عليها أنها لما بيبقوا بشوف اتنين شكل بعض ولبسين زي بعض فبحث أن الاتنين واحد يعني فسبحان الله جالي توقم بس لا كل حد بيبقى بالكاركتر بتاعته كل واحد اللي هو عايزه وكل واحد عمري عمري ما جبت الزي بحث أنه استسهل فبحث أن لأ ده لازم بقى عمل مرس شغلتي بقى على الولاد يعني طب إزاي كل بنت مثلا تطلع شخصيتها يعني بتعكس شخصيتها في لبسها آه ده حقيقي إزاي بقى أنا بتعليه دي طبيعة أنا كنت ساعد ببقى فاكرة إن ده العادي أنا طول عمري من ونة صغيرة بحب قوي اللبس ومهتم قوي قوي بيه وبحب قوي التفاصيل وقعد وكان زمان ما مطي بتعطي التاريق علي أن زمان أول ما نوال الزغبي طلعت بقى وتعطي لي يا نوال وكده أو خلاص فكتفاكرة ده العادي لأ هو ده مش العادي للناس كلها سبيشل إن أنا برضو صحابي بيحبوا قوي فكتفاكرة ده ده الانفيرومنت حواليا فده العادي لأ أنا عيالي مش كده عندي بنتي الكبيرة لأ انتو دي تيلز قوي واللبس والحاجات وكده الصغيرة مش كده خالص خالص قولي أنا مش بعرف فدايما أقول لها طب حاولي تطلعي لبس وكده ما فيش هي مش بتعرف ومش في دماغها ومش عايزة مش فارق لها ومش فارق لها خالص وها براكتكل جدا وطوم بويش أكتر وكده فبجيب لها لا هي عايزة لا هي بيتها ما عندهاش حتى يعني ما عندهاش الميون في الحتة دي نهاية طب تتفنن في اللبس وتنسك ولا إيه لاي مع إيه أصلا أبدا يعني بيبقى بيطلع لي ليه أمينة لبسة كده وحش مش لاي لا يا أمينة خالص فطلع أنا كنت فاكرة كده عن الناس كلها ده العادي السنس ده موجود أبدا جيرتها ما ملتش حاجة لا مش موجود بس أنت عارفة برضو كل سن وليه كده بيبقى مرحلة مختلفة فممكن قدامت ليها فجأة حاست أن هي هتهتم أكتر بدأ يعني مين عارف هنشوف كلها يبين هي حرة كمان العلمة يعني براحتها طبعا ده أكيب بس تبقى لابسة ليق بس على بعض ده أكيب طب ماي أنت بمئنك بنت خالة الفنانة الكبيرة مونة زاكي وطبعا أنت عامت لها ستايلينج في أفلام وسلسلات وأعلانات كتير جدا عايزة عارفة بتفرقي إزاي ما بين ده وده أنت أنت متربين مع بعض بنات خالة وفي نفس الوقت أنت مفوط تفسلي ما بين شخصيتها في الحقيقة وما بين الشخصية أنت لازم تلبسيها زي مثلا في تايمورو الشفيقة وزيرة أو زي مثلا البنت الهيبي في أصوار الأمر إزاي بتفصلي ما بين أنت تعرفيه وما بين الأدوار دي بصي أول حاجة إحنا لعلمة ما اشتغلناش مع بعض كتير كأفلام ومسلسلات يعني عملنا ثلاث حاجات بس فعلا أنا فاكرهم أكتر كده ما هي تخيالي دايما الناس فاكره كده يعني يمكن إيش عشان حاجات ما شاء الله كانت نكحة جدا وعشان بنا بقى مع بعض وعشان إحنا كأننا خويته كده بس إحنا بنشتغل مع بعض بقى إعلانات وريد كوربت وحاجات كده دي ساعات كتيرة قوي دي أكتر لأنه بيبقى حظي وحش إن أنا ساعات بتبقى يا إما المخرج ما رشحنيش مثلا لأن المخرج هو اللي بيرشح الكرو يا إما لو رشحني ببقى أنا بصور حاجة تانية لأنه ببقى بشتغل عمل واحد بس فبيبقى عادة دي بتحصل كتير قوي إن أنا ببقى ارتبطت بحاجة تانية فبيبقى فكان حظي وحش بس إحنا بنشتغل مع بعض إحنا بتخانق كتير جدا مع بعض سعلا إيه باي ليه كده إيه باي بتبقى عارفة عارفة العشم وإنت بتتعاملي مع أحد غير وإنت بتتعاملي مع أحد مش عارفة قوي وكيف لو فبتبقى مثلا إن هي تقولي حاجة فأنا أقولها لأ ليه مش كده فإحنا ونبتدي نشوف مين يعني إيه هيبقى شايف كده فبتدي قناعها فتاية تبقى شايفة لأنها برضو كأنها أختيت كبيرة بالظهر فبتدي لأ يا مين حامل كذا لأ بقى اسمعيني أنا أنا اللي بقولك فما بنبقاش عارفين نفسي القوي بس بنفسي اللي بتدي قولها طيب بصي اسمعي بس جرابي اللي بقولك عليه وتعالي نشوف بنحاول نفسي فعلا العلاقة دي بس مش دايما بتبقى عارفين نفسي كويس فبتبقى دايما فيها شد كده وبعد ما بنخلص بنبتدي بقى نتحق جامد جدا على المهزلة اللي كنا بنعملها في بعض تكونوا ما احنا شغالين بس بصي أهم حاجة وأحلى حاجة نتو في الآخر بتطلع نتيجة حلوة قوي وده المهم يعني الحمد لله أولا اللي بقوله أولا يا بنتي الناس مش هتسيبنا في حالنا اسمعي الكلام ركزي بس كل الناس فاشون بوليس أرجوكي ايو لا لا بس فعلا على طول الشغل ما شاء الله بيطلع حلوة قوي وده الحاجة المهمد ماي بجد أنا بشكرك جدا جدا على وجودك معنا النهاردة يعني أنا سعيدة وفخورة إن أنت موجودة معنا مش بس عشان أنت ست نكحة بس أنت ست في مجال مش سهل وقدرتي إن أنت تثبتي نفسك بشكل كبير جدا بجد بشكرك جدا على وجودك معنا مرسي يا شيرين تانكيو أنا اللي مبسوطة جدا إن أنا نحن حاولنا نيجي كذا مرة ايوة صح حاولنا نصك المعد والنتربيوتك كتير بجد تانكيو تانكيو ومرسي على كنامك الحلو على تشجيعك ومبسوطة جدا إن أنا معيكو في البرنامج النهاردة وإن شاء الله بنعمل حلقات تانية فيها حاجات تانية تبقى حلوة قوي أكيد إن شاء الله مع بعض دايما مرسي يا ماي بشكرك خلصت حلقتنا النهاردة يا رب تكون عجبتكو واستنونا في الحلقة اللي جاية باي باي